موسيقى الموعد والاقتصادي المسائي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم تحولت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات الجمعة بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أظهر ارتفاع الطلب العالمي لأعلى مستوياته على الإطلاق وارتفعت العقود الآجلة لخام براند تسليم شهر أكتوبر عند 86 دولار فاصل 89 سنة للبرميل صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم شهر سبتمبر عند 83 دولار فاصل 22 سنة ارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملة الأجنبية ليصل إلى نحو 590 مليار دولار مطلع شهر أوت الجاري ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت احتياطات البلاد بواقع 7 مليارات دولار خلال شهر أوت الجاري في حين صعد احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 2% عند اكثر من 145 مليار دولار امريكي اظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية الخميس تضاعف عجز موازنة الحكومة الفيدرالية خلال شهر جويل على اساس سنوي وبلغ عجز الموازنة 1 تريليون دولار فاصل 6 في الاشهر العشرة الاولى من السنة المالية 2023 بزيادة 122% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي اقتنت تونس شحنة جديدة من القمح اللين من الاسواق الاوروبية تقدر ب27 الف طن وقال متعاملون اوروبيون ان وكالة الحبوب الحكومية في تونس اعتقد انها اشترت نحو 25 الف طن من القمح اللين في مناقصة دولية اليوم الجمعة واضف المتعاملون ان السعر كان بين 250.24 يورو ما يعادل 275.21 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن من شركة كارجيل في مناقصة ممولة من منكل استثمار الاوروبي هذا وتوجه تونس ازمة نقص حاد في القمح اللين ما ادى الى تشكل طوابير امام المخابز في الفترة السابقة ختم الموعد الاقتصادي المسائي يمكنكم متابعتنا عبر الشبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة اسفل الشاشة الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر